فما ينفعش أن تقسيم الوقت يفضل زي ما هو قبل الجواز لازم بعد الجواز يبقى تقسيم الوقت بيختلف فلو كان الزوج مثلا بيفضي وقته في عمله مثلا ومع أصدقائه فقط بيقضي بينسق الوقت كده للعمل وللأصدقاء ما ينفعش يفضل الأمر ده فهو دلوقتي زوج محتاج أنه يقضي يقضي وقت آخر مع زوجته وأولاده ويهتم بشؤونهم حتى الأمور الخاصة بالترفيه عنهم على فكرة ده جزء من أجزاء الاهتمام بيهم فكرة الاهتمام جزء منها تنظيم الوقت يعني لو واحد ما نظمش وقته فهو مش مهتم فزوج اللي مش بيفض وقت للترفيه مع زوجته وبيقلل من شعورها بالانتماء ليه وبيقلل من شعورها بالانتماء للأسرة فيبقى تنظيم واحترام الوقت ده معنى أساسي كان بيكررسه فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريص على ده لحد آخر لحظة درجة أنه صلى الله عليه وسلم لما مرضه الذي انتقل فيه إلى الرفيق الأعلى استأذن النساء وشوف الأدب في تنظيم الوقت أن يمرض في بيت عائشة اللي هم بعد إذنكم من عارف أنه ده وقتكم لو اسمحوا لي أن أنا أمرض في بيت عائشة إذن كان رسول الله عنده تنظيم للوقت تنظيم الوقت مش عشان فيه عدد من الزوجات لا تنظيم للوقت فيه وقت للبيت فهو حدث النبي هو اللي علمنا إن لأهلك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا وإن لجسدك عليك حقا وإن لربك عليك حقا فأعطي لكل ذي حق حقا فده أساس مركزي في مسألة تنظيم الوقت لازم أن نظم الوقت وده الحق أنا في حياتي ما أقدرش أمملكش في حياتي غير الوقت فلازم أنا وأتعامل مع الوقت أتعامل مع الوقت باعتدال وأتعامل مع الوقت بتنظيم رابع حاجة يبقى أول حاجة وزعنا الأطوار احترامنا الحوار نظمنا الوقت بالانتظار بعد كده احترام المساحة الشخصية وعدم محاولة تسلق الجدار ما يحدش فيه نائق يحاول يتجسس ولا يحاول يخترق خصوصية الآخر إيه ده وفيه خصوصية ما بين الزوجين؟ طبعا طبعا فيه خصوصية ما بين الزوجين وفيه أشياء ما ينفعش أن حد يتدخل فيها في حيات الآخر يعني ما ينفعش أن واحد يملي على زوجته تعمل إيه؟ مع أهلها ويفرض ضع عليها ففيه ناس كتير على فكرة بقوا عندهم عزوفون في الزوج خوفا من تماهي حياتهم في الحياة الزوجية وما يبقاش عندهم مساحة خاصة فتنعدم مساحاتهم الخاصة لأنهم أصبحوا متزوجين فيه ناس بيقولوا إحنا لو أحباب ما فيش بيننا فروق يبقى إيه اللي حاصل؟ أنا وحبيبي زي ما كان بيقول كده في الكلام أنا وحبيبي يروحون في سكيف يعني لاتنين حاجة واحدة لأ أنتو لاتنين حاجة واحدة بمعنى أن المشترك عندكم حاجة كبيرة كتيرة أن المشترك عندكم كتير مش معنى أنه أنتو حاجة واحدة أن هي تلغى أقلها أو أنت تلغى أقلك مش معنى كده أني محدش ليه بعض تفاصيل حياته يعني مش معنى أنه أنت بعد الجواز باعتبارك أنه أنت بتحب هواية من الهوايات ويتضح أنها ما تحبش الهواية دي أنت تتنازل عن نواية دي أنا أعرف ناس كتيرة حاسوا أن الجواز بيخصم منهم لأنهم عملوا الخطأ ده لا كل واحد فينا يحترم خصوصية الآخر أنا أعرف ناس كتيرة جدا 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 عارفين أن زوجاتهم بتحب نوع معين من الفن وما يتدخرش فيها وأرجوكم حدش يسفه من الهوايات الخاصة من الطرف الآخر لأن التسفيه ده على طول الطرف الآخر بيعتبروا نوع من أنواع التسفيه منه هو شخصيا فجزء الخصوصية ده شيء مهم جدا وبالمناسبة الموبايلات ده جزء من خصوصية الإنسان وزيك أن زوج يطلع على تليفون زوجته من غير إذنها ده نوع من أنواع انتهاك خصوصيته وأن زوجها تطلع على تليفون زوجها من خير إذنه ده نوع من أنواع انتهاك الخصوصية وعشان كده لازم كل واحد فينا يحترم خصوصية الآخر فلما يحترم خصوصية الآخر يعرف أنه عنده حدود فهى يتكيف على أنه هو مش كل حاجة كده مباح لا ده هو لازم يعمل في نفسه تغيير انه هو جزء من احترامه احترام خصوصية شرك حياته شوفوا شوفوا التقدير والاحترام بيوصل لإيه فالطرف الآخر يحس إيه ده أنا بقول لكم الكلام ده انتو نفسكم حسين بحلوته بس انتو احنا كتير ما بنطبقش ده كتير ما بنطبقش ده ليه عشان مدفعين بأشياء كتير بأفكار صودة عندنا طب وانا افرد افرد هو بيخني مش هلحق الامر قبل ما يستفحل لا انا مش هقولك سبيه خيونك لكن مش هقولك ان انت تطلع على ده هيبقى هيزيد الطين بيلا لان هو ساعتها بتكسل حاجة بينكم ومترجعش تصلح تاني ايه اللي بتكسل بينكم الاحترام